السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتحدث اليوم عن أوكرانيا أنا أتابع الملف الأوكراني منذ أشهر الحقيقة هل ستحصل حرب أم لا؟ من سينتصل في هذه الحرب؟ يمكننا أن نحدد بشكل أو بآخر وما هي مصلحة العرب في الذي يحصل في أوكرانيا؟ وإليكم التفاصيل يبدو أن طبول الحرب قد بدأت تقرع على الحدود الأوكرانية من جهة روسيا ويبدو أن بلا روسيا متورطة مع روسيا في هذا العدوان على أوكرانيا أقول عدوان لأنه ببساطة أوكرانيا دولة معترف فيها من الأمم المتحدة وروسيا تهدد بغزوها وذلك بسبب رغبة أوكرانيا في الدخول إلى حلف الناتو حتى الآن لم يقرر حلف الناتو قبول أو رفض أوكرانيا إلا أن روسيا تهدد حلف الناتو في حال قبل رغبة أوكرانيا في الدخول إلى الحلف فإنه سوف يهاجم أوكرانيا ويحتلها الاعتداءات الروسية على أوكرانيا سابقة منذ أكثر من عشر سنوات احتلت روسيا جزيرة القرن الأوكرانية بالدعاءات بأنها كانت تطع الإتحاد السوفيتي أو أيام الإتحاد السوفيتي منحها استرين لأوكرانيا وهي لم تكن لأوكرانيا الحقيقة الحدود التي وضعتها الأمم المتحدة هي حدود يعني غير واضحة ليس فقط في أوكرانيا وروسيا بل في كل أنحاء العالم ولكن هذه الحدود ساهمت باستقرار العالم نسبيا يعني لو لا هذه الحدود وهذه الاتفاقات التي وثقتها الأمم المتحدة بين الدول لكانت الحروب أكثر وأعنف ولسقطت دماؤ كثيرة بكل حال أوكرانيا بلد فيه ما يزيد عن خمسين إلى ستين مليون نسمة بلد يعني قوي عسكريا قوي اقتصاديا بلد فيه إمكانيات زراعية هائلة فيه إمكانيات تصنيع عسكري كبيرة جدا لدرجة أن هناك كثير من الدول تشترك مع أوكرانيا في التصنيع العسكري بلد فيه صلابة صلابة انتماء من قبل أبنائه انتماء وطني لبلدهم بلد فيه كراهية لروسيا لسببين سبب قومي وسبب ديني السبب الديني هو الكراهية بين الأورثوذوكس والكاتوليك والسبب القومي أن هناك دائما تهديدات روسية لأوكرانيا شحنت النفوس وجعلت الشعب الأوكراني يكره الروس ثم أن هناك عوامل تاريخية عندما كانت أوكرانيا ضمن الاتحاد السوفيتي كان فيها الكثير من القواعد العسكرية الاستراتيجية وكان فيها مفاعل نووي تشيرنوبل وهذا المفاعل سحبته أو ربما دمرته روسيا بالانفجار الشهير الذي حدث في تشيرنوبل ولم تقم روسيا بما وجب عليها من إجراءات بعد هذا الانفجار وما تبعه من مآسي طالت العديد من المناطق في أوكرانيا أوكرانيا الغالبية من الشعب الأوكراني هم من الكاتوليك يعني ينتمون بحكم العرق وبحكم الدين لأوروبا هناك أقلية إسلافية أورثوذكسية في الشمال وهذه الأقلية هي الحجة التي تعتمدها روسيا من أجل غزو أوكرانيا ومن أجل منع الحرف الناتو من ضم أوكرانيا إلى صفوفه هل يحق روسيا أن تقوم بهذا العمل؟ كل القوانين الدولية تؤكد أن أوكرانيا دولة مستقلة معترف بها وبالتالي هي حرة في أن تدير السياسة الخارجية لديها كما تشاء ولكن على ما يبدو بأن أوقوف روسيا على أقدامها من جديد جعلها تطمع وتطمح بإعادة ضم عدد من الدول أو إعادة السيطرة على عدد من الدول بشكل مباشر أو غير مباشر هذه السياسة نجحت في طاجكستان وقرغيزستان ونجحت في تترستان ولكنها لم تنجح في أذربيجان مثلاً ولم تنجح كثيراً في أرمينيا وبالتالي أدت إلى تخلي الروسي عن أرمينيا لم تنجح كثيراً في أوكرانيا استدعت القتال والحرب واستدعت التدخل العسكري للسيطرة على جزيرة القرن بالقوة وإجراء استفتاء للشعب بالقوة وتركيب نتائج لهذا الاستفتاء حسب رأمة روسيا ومصلحتها لماذا أنا أعتبر بأن الروس سوف يهزمون في أوكرانيا؟ الاعتبار الأول هو الوطنية العالية التي يتمتع بها الأوكرانيون والأحقاد والكراهية العالية التي يحملونها للروس روح التحدي موجودة روح العزيمة موجودة الاستعداد موجود منذ زمن طويل والأوكرانيون يستعدون لهذا دائماً الغازي يخسر أكثر من المغزي الغازي على باطل يخسر أكثر من المقاوم على حق الشعب الأوكراني سوف يلقى دعماً أوروبياً سوف يلقى دعماً من تركيا وسوف أفصل في هذا الأمر سوف يلقى تعاطفاً دولياً بالإعلام الدولي وسوف يلقى دعماً من متطوعين ربما من دول عديدة يشاركون في ضرب القوات الروسية في أوكرانيا قد تنجح روسيا في اجتياح أوكرانيا والوصول إلى كييف هذا وارد القوى العسكرية تفعل ذلك وتفعل أكثر من ذلك ولكن ماذا بعد احتلال كييف هل ستكون هناك عمليات عسكرية خلف خطوط العدو ينفذها الجيش الأوكراني هل ستكون هناك عمليات فدائية ينفذها مقاتلون أوكرانيون خلف خطوط العدو يضربون الدبابات والتجمعات الروسية ويصورونها بالفيديو وتنتقل هذه الصور إلى موسكو وإلى كل المناطق الروسية ليرى الشعب الروسي أن غطرست فلاديمير بوتين أدت إلى أن يداس الجند الروسي بأقدام الأوكرانيين أدت إلى كل هذه الخسائر المادية أدت إلى أن تسقط هيبة روسيا في أوكرانيا الشعب الروسي يريد أن يكون لديه دولة قوية ويريد أن تكون روسيا قوية ولكن لا يريد أن تكون روسيا معتدية ولا يريد مغامرات للقيادة السياسية والعسكرية تؤدي إلى إسقاط هيبة الجيش الروسي في العالم هذا ما أتوقع أن يراه الروس قبل غيرهم في أوكرانيا أوكرانيا ليست كأفغانستان أفغانستان بإمكانيات محدودة ودعم أمريكي عبر باكستان استطاعت أن تهزم الاتحاد السوفيتي قبل روسيا كان الاتحاد السوفيتي أقوى من روسيا اليوم وهزم بواسطة إعطاء ومنح المقاتلين الأفغان صواريخ تستطيع أن تصطاد الدبابات وتصطاد الطائرات هذه الصواريخ اليوم أكثر تطورا وقد وصلت إلى أوكرانيا ووزعت على المناطق الأوكرانية وبإمكانها أن تصطاد الدبابات والطائرات الروسية هذا سبب أيضا يؤكد بأن روسيا سوف تهزأ في أوكرانيا السبب الثالث أن خطوط الإمداد مفتوحة من عدد من الدول الأوروبية المتغاطفة مع أوكرانيا أن حلف النيتو وإن لم يتدخل بشكل مباشر لكنه سيتدخل بواسطة منح المساعدات العسكرية المطلوبة على مستوى المعلومات وعلى مستوى الرصد والمراقبة والمتابعة لصالح القوات الأوكرانية سواء كانت قوات رسمية جيش أو قوات غير رسمية من المتطوعين والفدائيين الذين يعملون على شكل مقاومة العامل الثالث هو العامل التركي ولعلني أعتبر بأن هذا العامل هو الأهم بين العوامل التي ذكرتها في السابق معروف أن أيام الملكة كاترين قبل 270 عاما تقريبا كانت الدولة الوثمانية هي التي تحكم أوكرانيا وأوكرانيا فيها مئات المساجد التي حولت إلى كنائس أو إلى مدارس أو إلى مقرات أخرى وألغيت كمساجد بعد أن جاءت الملكة كاترينة بجيشها وسيطرت على أوكرانيا وأخذتها من الوثمانيين بحرب سقط فيها ملايين القتلى وجرحى بين الطرفين لم ينضي على هذه الحرب أكثر من 250 أو 270 عاما اليوم هناك الكثير من أبناء العرق التركي موجودين في أوكرانيا لزانو حتى اليوم هناك الكثير من العلاقات الوطيذة بين تركيا وأوكرانيا لدرجة أن تركيا زوتت أوكرانيا بطائرات الدرولز التركية الحديثة بيرقدار هذه الطائرات التي حققت نتائج رائعة جدا ضد القوات الروسية في ناكورني كارباخ قبل سنة تقريبا عندما حصلت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان طائرات بيرقدار سوف يكون لها دور أساسي في المعركة ضد روسيا الأوكرانيون يتدربون على هذه الطائرات منذ أشهر وهناك دعم أيضا معنوي ومادي من تركيا القريبة من أوكرانيا تركيا سوف تشارك مع حلف الناتو بحماية الحدود البحرية لحلف الناتو في البحر الأسود وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على روسيا لن تتمكن روسيا من الاشتباك مع قوات حلف الناتو أو مع تركيا بصفتها دولة منضوية تحت لواء حلف الناتو تركيا ستكون البوابة الأساسية لوجستيا وعسكريا في دعم أوكرانيا حتى وإن احتلت أوكرانيا بعد احتلالها سيكون هناك مسافات واسعة من الحدود البحرية في البحر الأسود تسمح لتركيا بتقديم المساعدات للمقاتلين الأوكران في التصدي للغازيين والجنود الروس المحتلين هذه معادلة حقيقية نحن كعرب من مصلحتنا أن لا ينتصر المعتدي مصلحتنا تقتضي أن الذي اعتدى علينا في سوريا يجب أن ينهزم في أوكرانيا وفي سوريا مصلحتنا تقتضي أن تكون روسيا دولة قوية لكي يكون هناك توازن في هذا العالم بين أمريكا وبين روسيا نحن مستفدون من هذا التوازن ولكن نحن لسنا مستفدين من أن تطغى روسيا بقواتها العسكرية وتحتل أوكرانيا وتنجح في هذا الاحتلال وتكسر هيبة الأوروبيين والأمريكان والمسألة لها أسباب تاريخية لها أسباب تاريخية واضحة لأن روسيا في حال أخذت أوكرانيا سوف تكون عيونها على إسطنبول لماذا ستكون عيون روسيا على إسطنبول؟ لأن إسطنبول بالأساس هي العاصمة الدينية للروم الأورثوذوكس أي للروس روسيا اليوم هي أكبر دولة أورثوذوكسية وكانت إسطنبول وكانت كنيسة آيا صوفيا المركز الروحي الأول للروم الأورثوذوكس العالم هي قدس الروم الأورثوذوكس ويعتبرون بأن تركيا تحتل عاصمتهم الدينية أي قدسهم ولذلك هناك أطماع روسية إذا ما نجحت في السطو على أوكرانيا سوف تكون عيونها متوجهة نحو إسطنبول تاريخيا الحروب بين المسلمين والروس كانت بين العثمانيين والروس تاريخيا هناك بحار من الدماء بين الطرفين ولذلك سوف تكون تركيا متضررة أكثر بكثير من أوروبا في حال تمكن الروس من السيطرة على أوكرانيا وتمكنوا من تشديد قبضتهم على هذا البلد الحقيقة يعني كثير من الناس يشجعون فلاديمير بوتين على الاعتبار أنهم يعتقدون بأن هذه الخطوة ضد أمريكا هذه الخطوة ليست ضد أمريكا أمريكا هي التي واثقت لروسيا أن تحتل جزيرة القرم وتأخذ مقابل ذلك دورها في حماية بشار الأسد يعني أعطوا جزيرة القرم مكافأة لروسيا لكي تقوم روسيا بمهمة حماية بشار الأسد لأن الأمريكان لا يستطيعون أن يذهبوا مباشرة بقواتهم لحماية ديكتاتور بمستوى بشار الأسد العلاقات الروسية الأمريكية والصفقات من تحت الطاولة تمتد من أفغانستان إلى أقصى الأرض وهناك حديث في الصحافة الغربية عن أن هناك تفاهمات سرية بين أمريكا وروسيا أن تقوم روسيا باحتلال أوكرانيا وأن تقوم بالصين باحتلال هذه الجزيرة الواقعة تحت الصين حدودها في جنوب الصين تايوان وهذه مسائل ليست مسائل غير واردة الصفقات عبر التاريخ اصلا احتلال اسطنبول أو السيطرة على اسطنبول من قبل العثمانيين قبل أكثر من خمسمائة عام كانت بصفقة بين المسيحيين الكاثوليك في أوروبا وبين الدولة العثمانية لكي يهزموا الروس ويبعدونهم عن حدود أوروبا الصفقات هذه مسألة تحصل عبر التاريخ حصلت كثيرا وتحصل اليوم وسوف تبقى تحصل في المستقبل ولذلك هذا البعد الحقيقي لما يحصل في أوكرانيا البعد الحقيقي هو اسطنبول البعد الحقيقي هو إرث بوتين التاريخي الذي يحمله منذ أن كان طفلا والقصة الشهيرة كيف وجد والده أن زوجته قد وضعت بين أجساد الموتى في شاحنة وعرفها من حذائها ومن ثم أراد أن يأخذها ويدفنها بطريقة لائقة فاكتشف بأنها ما تزال تتنفس على قيد الحياة أخذها إلى المستشفى وعاشت واستمر الزواج بين وارد بوتين وواردته ومن ثم بعد ذلك بعد هذه الحادثة في الحرب العالمية الثانية حملت هذه المرأة وكان المولود فلاديمير بوتين وقد أهدته الصليب الذي يعلقه على صدره طوال حياته وفلاديمير بوتين متعصب مسيحي متعصب أرثوذكسي يرى الأمور من منظار ديني وهذه حقيقة وإذا كان هذا الرجل يريد للحرب أو للحروب أن تعود بمنظارها الديني أو بصبغتها الدينية هذه كارثة على البشرية والإنسانية وبالتالي نحن من مصلحتنا أن لا نصفق لهذا الغزو الروسي من مصلحتنا أن نكون مع المظلوم الذي يدافع عن حقه وأرضه وكرامته وشرفه من واجب أي إنسان يفكر بالإنسانية أولا أن يكون مع أوكرانيا ليس مع روسيا بغض النظر عن مواقف الأطراف الأخرى الشعب الأوكراني لا يوجد بيننا وبينه أي عداء لا عبر التاريخ ولا اليوم الشعب الأوكراني شعب مسالم شعب يحب الخير والحياة وهناك الكثير من المشاريع العربية الصناعية العسكرية والزراعية مرتبطة بأوكرانيا بأراضي أوكرانيا الخصبة التي تتواجد فيها المياه بكثرة وتكون فيها المحاصيل جيدة هناك الكثير من الاستثمارات العربية على مستوى الدول العربية في أوكرانيا وبالتالي مصلحتنا أن تكون أوكرانيا مستقرة وأن تبقى أوكرانيا صامدة وأن لا تهزم أوكرانيا وأن لا يتصلت الروس ويصل إلى حدود إسطنبول هذه هي مصلحتنا كعرب وكمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته